في العنوين ليس كل ما حملته تلثاء خيراً لعنية في العاصفة وجه آخر العميد خليل إبراهيم خارج المحكمة العسكرية قريباً في الخاص مترو في بيروت حلم كان ليتحقق دراسة وضعت من قبل أربع مهنسين بالاتحاد السوبيتي وفي النشرة لكل بيت فيها سر بوهور بيروت صبحك بونجور ستنا بيروت صباح الخير تحرر وزير التربية ليسبو الصعب من قيود العطلة المدرسية وترك الخيار لإدارات المؤسسات التربوية كي تتخذ الموقف المناسب في العاصفة المناسبة فيا أيها الطلاب أوقفوا مواهبكم الفنية وجيروها إلى مواهب أكاديمية واصرفوها علامات على الأجندات في الأجندة السياسية تنخفض علامات الرئاسة في مطلع كل فصل سياسي ومن هذه الفصول ضربان يعوقان الانتخاب في جلسة الثامن من شباط أو في أي جلسة مقبلة وهما يتمثلان في ترشيحات لم يفهمها العقل اللبناني بعد الحريري لفرنجي وجع جعلعون وما يرفع علامات التساؤل أن السعودية لم تعلن أي موقف لا مع ترشيح جع جعلعون ولا ضده وأن إيران كذلك لم تدلي برأيها لا في هذا ولا ذاك فيما اكتفت قطر بعبارة تشجيع لحلف الحكيم والجنرال يقود ذلك إلى استنتاج لا يقبل التشكيك وهو أن لا صحة لأي تداول بخلافات بين السعودية وقائد القوات فيما خطة سعد الحريري ترشيح فرنجي تبدو منسقة مع المملكة لسبب لا يخضع للشك أيضا فسعد ولد مطيع لا يمكن أن يخرج عن طاعة أولياء الأمر وإلا فإنهم سوف ينهونه عن المنكر السياسي بطريقتهم المناسبة ولأن الخريطة السياسية أصبحت مباثرة ومسببة للدوار فإنها ستحتاج إلى بعض التكرار ومفاده لا خلاف بين جعجع والسعودية ترشيح الحريري الفرنجي أتى بعد مشورة المملكة إلزاميا ترشيح جعجع لعون يشوبه صمت سعودي وعدم تعليق وكأن الدعوة باتت صريحة إلى تمتين حلف عون جعجع والاستمرار في الضرب على وتر حزب الله حد فك الحام وفصل أقوى تكتلين سياسيين بعضهما عن بعض من هنا تفسر غيرة جعجع المتواصلة على مصير عون ودعوته المتكررة حزب الله إلى نصرة حليفه الآن الآن وليس غدا وإلا فإنه سوف يخسر أبرز حلفائه الحزب بدوره صامت ويدرس الخيارات لكن الرد جاء عبر حليفه نبيه بري عندما سأل ما المطلوب من حزب الله؟ هل يريدونه أن يضع مسدسا أو بندقية أو صاروخا في رأس الحريري وجملاط وفرنجي وبري لينتخبوا مرشحا بعينه؟ القصة ليست هكذا استتبع هذا الموقف حوارا زاجلا بين رئيس المجلس وجعجع الذي ذكره بأن عون كان مرشح الثامن من أذار فرد عليه بري كما أنت كنت مرشح الرابع عشر من أذار تشعبت وتعقدت لكن خلاصتها أن لا انتخاب للرئيس على المدى المنظور وأن بري على الرغم من ميوره الفرنجي فلن يذهب في أي حال إلى الافتراق عن حزب الله لأن خسارة عون عندئذ تصبح واقعية هي حركة مناورات على جميع الصعود الهدف الأول توجيه ضربة حلف إلى حزب الله مع إبقاء الفراغ في ديارهم عامرا في عينتين التأمت مساء أمس جلسة الحوار الثالثة والعشرين بين حزب الله وتيار المستقبل بحضور المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله عن حزب الله ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار المستقبل كما حضر الوزير علي حسن خليل وبحسب بيان صادر عن الجلسة فقد جرى بحث النقاط الخلافية وسبل معالجتها في إطار النقاش السياسي الهادئ والمسؤول بما يحفظ السلم الأهلي كما جرى التفاهم على تفعيل عمل الحكومة وأعطاء الفرصة لمعالجة قضايا الناس حرب ردود بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حزب القوات سمير جعجع علق رئيس مجلس النواب الممدد نبيه بري على قول رئيس حزب القوات سمير جعجع ان الكرة باتت في ملعب حزب الله لالزام حلفائه بالنزول الى المجلس النيابي والتصويت لعون فقال ما المطلوب من حزب الله ان يفعله هل يريدونه ان يضع مسدسا او بندقية او صاروخا في رئيس سعد الحريري ووليد جملاط وسليمان فرنجي ونبيه بري لينتخبوا مرشحا بعينه القصة ليست هكذا والعلاقة بيننا كحلفاء ليست على هذا النحو وسئل بري سبق ان اكدت استعدادك للقبول بما يتفق عليه المسيحيون رئاسيا فرد قائلا صحيح ان عون وجعجع اتفقا ولكن هل هذا يكفي وماذا عن القطبين الاخرين هم اكدوا في لقاء بكيركي وليس انا ان الاقطاب المسيحيين الاقوياء هم اربعة وانه يجب ان يكون هناك توافق بينهم على الرئيس المقبل جعجع رد على كلام الرئيس بري قائلا عبر تويتر اذا على اي اساس ميشيل عون هو مرشح الثامن من اذار تساؤل استدعى جوابا سريعا ومقتدبا من الرئيس بري الذي قال لجعجع على ذات اسس ترشيحك من قبل الرابع عشر من اذار فكان رد جعجع يا دولة الرئيس بري انا انسحبت لصالح العماد ميشيل عون وهنا توقفت الردود في حوار مع الشرق الاوسط اكد جعجع ان الاتفاق مع العماد عون في الشأن الرئاسي لم يصل الى درجة التحالف مشددا على ان قوى 14 اذار قائمة وستبقى قائمة وهي مشروع سياسي والمشروع السياسي لا يموت وقال اذا كان هناك من ابتعد عنه او اقترب منه فهذا لا يعني ان المشروع سيتغير جعجع اكد ان العلاقة مع المستقبل قوية على الرغم مما اصابها في الفترة الاخيرة من عدم رضا متبادل وان التحالف مستمر واطاره ابعد بكثير من انتخابات رئاسة الجمهورية وانتقد جعجع بشدة الموقف الايراني غير البناء من ازمات المنطقة مؤكدا متانة علاقته بالسعودية التي كانت دائما صديقة وحليفة للبنان وليس لجزء منه كما تفعل ايران خريطة تعينات العسكرية كاملة وهل يصبح العميد خليل ابراهيم خارج المحكمة العسكرية تفاصيل مع رامز القاضي في زمن التشبيكات والتعقيدات يبدو ان خيط المحكمة العسكرية قد اختلط بنابل تعينات المجلس العسكرية ففي معلومات للجديد ان ضمن الاسماء المقترحة لتولي منصب المدير العام لادارة الجيش وبالتالي ملء المقعد الشيعي في المجلس كل من العميد خليل ابراهيم رئيس المحكمة العسكرية العميد محمد جونبي نائب رئيس الاركان للعمليات العميد محسن فنيش ولكن مشكلة هذا الاسم انه غير حائز صفة الركن الا ان فتوى يعمل عليها باعتبار اجازته في ادارة الاعمال تؤهله ليكون قيما فيجاز له الترقية الى رتبة لواء وعليه اذا ما وقع الاختيار على العميد ابراهيم لرتبة لواء ودخل نادي المجلس العسكري من بوابة الحكومة يخرج من تحت قوس المحكمة العسكرية فيكافأ من قبل فريق ويتخلص منه فريق اخر في توليه رئاسة المحكمة اشارة الى ان الية الاتفاق على المقعد الشيعي محصورة بين الثنائي امل وحزب الله حزب الله يسمي ثلاثة وحركة امل تختار واحدا منهم اما العضو الكاثوليكي فحصر الاختيار فيه بين العميد جورج خميس مدير استخبارات بيروت والعميد جورج شريم وكلاهما محسوب على العماد ميشيل عون واذا معين شريم وهو الملحق العسكري في الولايات المتحدة الامريكية فسيعين بدلا منه جورج خميس فيما الارتودوكسي محصور بين العميد عسيلي المدعوم من عون والعميد حمصي الذي يميل اليه وزير الدفاع وعليه تبدو عقدة التعيينات في المجلس العسكري قد اقتربت من الحل فيما يبقى السؤال المطروح من البديل عن ابراهيم في المحكمة العسكرية هنا تفتح الخيارات على اسماء عدة لعل ابرزها العميد حسين خليفي الملحق العسكري في موسكو الذي يتقاطع على اسمه بضعة اطراف ويتمتع بسمعة حسنة يذكر ان خليفي تنتهي مهمته في العاصمة موسكو في الاول من اذار وسيحل بدلا منه العميد عبدالسلام سمحات رئيس فرع مخابرات البقاع اما عن موقف قائد الجيش العماد جان قهواجي فقد ابلغ الرئيس نبيه بري انه لن يكون عقبة امام عمل الحكومة وان كل الضباط بالنسبة اليه هم ابناء المؤسسة العسكرية هذه التعينات اذا هي اشبه بلعبة الكراسي من يجلس اولا فاذا عين واحد في مركز يفرغ مكانه فيجلس اخر وهذا ما سيحصل مع العمداء سمحات وجنبي وخليفي لجنة الادارة والعدل تبحث في تعديل قانون المحكمة العسكرية وغانم يقول انه لا يجوز تجزئة العدالة بمحاكم استثنائية متخصصة على الرغم من برودة الطقس الا ان حرارة ملف المحكمة العسكرية وصلت الى المجلس النيابي وحطت في اجتماع لجنة الادارة والعدل وذلك لاعادة تفعيل اقتراح قانون تعديل القضاء العسكرية ليقتصر فقط على العسكريين من خلال المحكمة العسكرية اللجنة انعقدت برئاسة النائب روبرغانم الذي اشار الى انها بحثت في اقتراح قانون يتعلق بالمحكمة العسكرية من منطلق انه اذا كان هناك خلل فيجب ان يصحها بتعديل للنصوص والاجراءات حتى تكون العدالة واحدة ويتحقق الحق الاساس لكل شخص بالدفاع كما هو منصوص عليه في موضوع حقوق الانسان اتكلموا بهذه الجلسة واكتر من الزملاء والممثلين عن الجهات الادارية والحكومية كان الكلام كان بشكل موضوعي الكلام كان كله يهدف الى احقاق الحق بالنتيجة من اي جهة كان الكلام كان اساسه انه لا يجوز تجزئة العدالة لا يجوز ان يكون عدالة بمحاكم استثنائية او متخصصة شي وعدالة بمحاكم عادية شي تاني لذلك من هذا المنطلب نحنا عم ندرس هذا الموضوع وسنتابع دراسته الاسبوع المقبل عيوب المحكمة العسكرية لخصها النقاب غسام خيبر في حديث الى الجديد داعيا الى ابعاد هذا التعديل عن التجاذبات السياسية الانية والاخذ بالاعتبار هيبة الجيش التي تمسها هذه المحكمة بقراراتها قضاء العسكري لا يقبل الدعوة الحق الشخصية ما بيقدر حدا يتابع دعوة بالمحكمة العسكرية اذا كان مدعا وانه مصلحة بدروعه على محكمة مدنية اخرى وبتالي ما بيقدر يتابع اجريات المحاكمة سيب النيبة العامة العسكرية تالت مشكلة هو الابرز هو خضوع المدنيين لمحكمة العسكرية والكل بيعرف مش بايد الموضوع بيصير في حادث سير بين عسكري ومدنيين الكل بروعه على المحكمة العسكرية اشارة الى انه في الاسبوع المقبل ستكون هناك جلسة لاستكمال النقاش الا ان هذا القانون بحاجة الى اتفاق سياسي حتى يمرر في الهيئة العامة وهذا امر يبدو صعب المنال حاليا ميشيل سميحة رجل فرنسا في لبنان والغاز غير منتهية في انتظار عودة الوزير السابق ميشيل سميحة الى المحاكمة وربما التوقيف الى حين صدور الحكم النهائي في قضيته فان رجل فرنسا الاول في سوريا سابقا قد تستعجله باريس او قد تكون قد رتبت له اوراقه القضائية للخروج من السجن عبر استخدام كل ما يتيح به القانون فاسميحة كان يمكن ان يكون على حال بهيج ابو حمزي رجل جنبلاط المالي الذي كلما انهى محكميته في دعوة خرج عليه الزعيم بدعوة جديدة تبقيه سجينا مسخرا كل ادوات الضغط في القضاء لكن فريق الادعاء في قضية اسميحة والذي تمثله سلطة الرابع عشر من اذار ووزير عدلها اشرف ريفي لم تلجأ الى الذكاء القانوني الذي يتمتع به جنبلاط وحتى عندما ميزت الحكم على اسميحة كان تمييزها مشوبا بعيوب قانونية سمحت للوزير السابق بالخروج من السجن الا اذا كانت المصالح تتقاطع باخراج اسميحة من سجنه الغاز اسميحة لا تنتهي هنا فالاحجية التي لم تحل بعد ان وزير الدفاع سمير مقبل المحسوب على الرئيس السابق ميشيل سليمان كان قد استبدل اثنين من الضباط في هيئة تمييز قبل شهر ونصف من قرار تخلية السبيل اشارة الى ان هذين الضابطين لم يخالفا القرار الذي اخذ بالاجماع فهل كان مقبل ليأخذ قرارا كهذا لو انه لا يضمن قرارهما ام ان عدوى الانشقاق اصابته فلم يخضع لرأي سليمان وهذا مستبعد اذا ميشيل هو المساهم الاكبر في اخراج ميشيل فماذا سيكون دور فرنسا في استخدام ورقة اسميحة بعد تنفيذ انشقاقه الكبير وهذا ما كانت الجديد قد ذكرته بعيد ايام من القاء القبض على اسميحة ومخيلته ربما لن تروي الان رحلة الانشقاق الكبير الذي نفذه اسميحة عن النظام السوري بانامل فرنسية في المبدأ فان الوزير السابق له اكثر من سابقة في التنقل بين الجبهات السياسية اللبنانية فهو انشق عن الكتائب ثم قوات بشير وبعدها قوات جعجع ليختبر ملعب ايليح بيئة قبل ان يصبح نهائيا بين ايدي الاستخبارات السورية وينسق بالكامل مع الاستخبارات الفرنسية اسندت الى سميحة ادوار بين الاليزي وقصر الشعب ونسق الرجل باتقان لزيارة الرئيس بشار الاسد الى فرنسا عام 2010 وبقي سميحة المظلي الذي فتح في الاعوام التالية ابواب السورية لكبار المستشارين الرئاسيين الفرنسيين في الوقت الذي كانت فيه اوراق صهر القصر اصف شوكت قد بدأت بالاسفرار بعد ان كان الرجل القوي في مملكة الاسد عراب العلاقة الفرنسية السورية لعنة تلسا تحل على النازحين من البقاع الى عكر تحل تلسا لعنة ثقيلة على نازحين سوريين مقيمين في خيام لا تصلح للعيش صيفا ولا ربيعا فكيف بها في شتاء مثقل ببرد يزيد معاناتهم معانات تلاثة كأخواتها حلت على نازحي البقاع ضيفا مزعجا بسقيعها القارس وهم غارقون في وحل وسيول تنظر بفيضانات قد تجرفهم وخيمهم المشكلة البراكية كلها مقطنة والماء عم بتفوت علينا وما في عنا شي والارض كلها بحث بدنا نردمها بحث كلها وحل وليك كيف شو عم بتخل ما في عنا شوادر لك شوازين السوبيا نايلو شوفت عينك ما عنا شي بدنا فرشات تياب للولاد حالة بالوين ما في خشب شو بدي أعمال بوضع لون نايلو بيبدأ خوفوا أحسن ما بيبركوا بلا أصو بي في بعلبك ليس الوضع أفضل حالا بالنسبة إلى النازحين الذين يعانون حجب المساعدات الإنسانية بما فيها مواد التدفئة مساعدة أليلة جدا اللجنة بتجي السجل أكثر ما بتعطي الهروب من الموت نحو موت أبطأ كان عنوان النازحين في لبنان أينما حلوا وفي عكار إنهمك النازحون منذ شروق الشمس وانحصار الرياح في ترميم ما تبقى من خيم وسط مناشدات لإغاثة تنتشلهم من معاناتهم إنعدام قدرة النازحين على العمل في ظل الظروف المناخية اللازمة فرض بدوره عجزا تاما عن شراء ما يحتاجون إليه من أدوية لسيما للأطفال المصابين بأمراض تفاقمها العاصفة قبل حصر الأضرار رحلة إلى عناية في قضاء جبيل حيث الوجه الآخر للعاصفة تقرير راشال كرام في وقت كانت فيه غالبية الطرقات الجبلية مقفلة كانت طريق الوصول إلى دير مار مارون المعروف بدير مار شربل في عناية مفتوحة لبل مزينة بالثلوج من على الجانبين فالقادمون إلى الدير الذي يرتفع ألف ومائتي متر عن سطح البحر لم يأبه لا للعاصفة تلاسى ولا إلى الحرارة المتدنية التي لامست الدرجة تحت الصفر ظهرا رامي أنت قتل عايش بأميركا واناك عايش هون بين ساعات هونيك وساعات هون شو؟ ساعات هونيك أكتر بكتير هون شوية بعدها محمول مقبولة بس برضو هوني كاميرا ساقعة بس لعنا لهون ما كنتم وقع يكمل هلات فيه ساقعة من جنوب من منطقة مرجعيون من هونيك هلأ وصل على عناية؟ اي صحيح أنا بحب منطقة كتير هون وبحس بسلام داخلي لأن أصلا مرشربل هو مش بس الأخونا المسيحية وأنا مسلم يعني فأنا بحبه كتير مرشربل وبيعنيلي كتير كمان لأنه هو لكل الطواف لا ندفل ولا صخة عاصفة مش عاصفة يعني أنت طبعا والوسائق عطول أبجيب لك أنزيت ولا جاكت ديت ولا شي خالص بالنسبة إلى الأولاد فهم عشاق ثلج في غياب المدارس أنت شو مرتاحة أنه جاي اليوم عمار شربل ولا بتفضلك أنت تكون بالمدرسة؟ أنت تكون هون ليه؟ لأنه في تعلس في عين الله طبس أنت تتعلمي كمانا ما تدرسي؟ لا بالعكس نحن لي ما فيه مع دارس لأنه تقس مش حلو يعني ساعة كتير لا بس ما أنت مساعة يجب أن يقضوا بالبيت مش يطلعوا براتي يطلعوا على داري يطلعوا على عناية هني أنا شيين من أستراليا بعدين يجوا يعملوا يعني وعطل لقالب نفس الوعان صعودا إلى محبسة القديش شربل توجهنا حيث الأبواب مقفلة بفعل علو ثلوج إلا أن الزوار فضلوا اللعبة والاستمتاع بالمشهد الأبيض على طريقتهم شو القادة هون على التلجيت فتحين مطعم لحالكم هون ايه والله حبانا نطلع نعمل قزورة ونشمل هوا ونشوف التلج ومركب له جنزير من قدامة يمشي معنا وحبانا نعمل شاية مشابة وقرقيلة وقهوة متل ما انك شايفة وأكيد نطلع نزور مالشاربل انت على وقفة علوها 1300 متر يعني والتلج متل ما شايفة وعاصفة حلوية بارح كانت ترقات عم تنفتح ترقات كون ولا عم تتظلها مسكرة ولا كي لأ مفتحت الترقات اليوم الصبح لأنه كانت مبارحة قوية العاصفة مرأت الجرافات يعني بس كل ما تمرو ترجع تسكر الترقات كانت العاصفة منيحة تب هلأ إذا نحنا ما نكمل صوب اللقلوق مطاعم المنطقة في عناية من جهتها هل تعتبر العاصف خيرا لها؟ ما في حوالي كونسكية مثلا تعالى متجرب بالضبط نحنا هون في مارشاربل يعني ثلاثة أرباع الوقت يعني بيطلعوا بيزوروا بيحبوا أن يطلعوا منطلع عمارشاربل منجر منتغضة أو شي فبيضل في حركة دايما في حركة من كين لبنان؟ اه من وين ما كان بيجينا عالم كتير حتى مش أنه بس عناية بيجي مسحية بالعكس وصلت تلاثة ورحلت تاركة سنتيمترات من الأبيض حولت فيهم جبال لبنان إلى واحات من الجمال في فصل ما اعتاده اللبنانيون غير ذلك أقله في السنوات الماضية من عناية رشال كرم قناة الجديد وفي يومها الثاني كيف مرت العاصفة على المناطق اللبنانية؟ انحصلت العاصفة تلاثة في الشكل وبقيت كوتها في الكتل الهوائية الباردة وترجمت موجة سقيعا على الساحل وثلوجا على الجبال فوق الألف متر في عاصمة الجنوب صيدة سيطرت موجة سقيعا قوية ولم يسجل نهارا سوى تساقط أمطار عادية إلا أن ارتفاع الموج عطل حركتي الملاحة والصيد البحري في ميناء المدينة ولكسر تابة الأحوال الجوية أراد بعض الشباب في منطقة صور السباحة في البحر على الرغم من درجات الحرارة المنخفضة في تحدي لتلاسى وصقيعها أما في الشبعة فبشرت جرفات تابعة لوزارة الأشغال العامة العمل لفتح الطرقات الداخلية في البلدة حيث بلغت سماكة الثلوج نحو خمسين سنتيمترا في البلدة وثلاثين في قرى العرقوب فيما تكونت طبقة ميناء الجليد على طرقات ما حدى بعض السكان إلى ملازمة منازلهم من شدة السقيع وأدت العاصفة أيضا إلى انقطاع الطيار الكهربائي وقطع بعض الطرقات في المنطقة بسبب تراكم أثلوج في عكار أحكمت العاصفة تلاسى سيطرتها على مختلف البلدات العكارية ابتداء من علو سبعمائة متر وما فوق ما أدى إلى قطع بعض الطرقات وعملت الجرفات التابعة لاتحاد البلديات في القرى بالتعاون مع جرفات وزارة الأشغال والدفاع المدني لإعادة فتح الطرق الرئيسة وتوفير تواصل الأهالي وتنقل المواطنين وتحديدا العسكريين الذين عجزوا عن الالتحاق بمراكز خدمتهم بسبب انقطاع طريق بيت الهرمل فعمدوا إلى الالتحاق بثقنة عنتئت حتى أن بعض الأهالي عمدوا إلى الخروج للاستمتاع بالثلج ركوبا على الجياد فيما علق آخرون بسيراتهم وعملوا على محاولة التنقل بمختلف الوسائل مع إشاقة شمس اليوم التالي للعاصفة تلاسى بدأت جرفات البلديات ووزارة الأشغال بإزالة الثلوج المتراكمة على الطرقات في بعلبك إذ بلغت سماكة الثلوج ثلاثة سنتيمترات في المناطق السهلية في البقاع وخمسة في المناطق المرتفعة وعشرة في المناطق الشبلية في مناشد مجتلكو الهاتف الثابت في منطقة الطيب في بعلبك وزير الاتصالات بطرس حرب إعادة الخطوط التي انقطعت منذ العاصفة الماضية أي منذ حوالي الشهر وجاءت العاصفة الثانية لتزيد الطين بالله ولا تزال الخطوط مقطوعة لمسى وزير الخارجية جبران باسيل تفاهماً عربياً لموقف لبنان القاضي بالنائب النفس في بعض القضايا الموقف العربي برز في خلال مشاركة في الجلسة الأولى للقاء التشوري المغلق الذي عقد أمس في الإمارات على مستوى وزراء الخارجية العرب كان فيه تفاهم كتير كبير إنما هالتحريد يلي عم بصير يلي فيقله منشأ لبناني هالتحريد لأخذ إجراءات ضد اللبنانيين هو يلي عم بيخلق جو إعلامي ورقي عام يغير الموقف اللبناني عن حقيقته اللي هو ما اعترض هو نقى بلبنان يعني هو لا ويفا ولا اعترض ولم يأخذ جهة من الجهتين إما إنما التزم بالسياسة الرسمية الحكومية وحاول إنه يحمي لبنان وإنه يجمع العرب مش يزدلهم من قسمتهم هيدا التفاهم اللي كان واضح واضح لألنا أنه فيه شغل تخريبة مشين إزالته مشين ترك أثار انتقامية أو أفعال على موقف يعني له تفسير خاطئ أعلنت أمانة الإعلام في حزب توحيد العربي أن قائد القوات الدكتور سمير جعجع اعتصل برئيس الحزب أموهاب وجرى في الاتصال تدول الأوضاع الراهنة ومعروف أن علاقة وهاب بجعجع لم تكن جيدة وكانت الدعاوى القضائية تتنقل بين الفريقين لكن جديدا طرأ على العلاقة غير مسارها وهذا الجديد حضر ضمن برنامج الأسبوع في الساعة أنا بحكي بإسمي إزالة أنا ما بعتبره عدو لسمير جعجع ولا مرة اعتبرته عدو هذا العدو كلمة كبيرة لا أنا بعتبره خصم بالسياسة صحيح خصم بالسياسة ولكن أنا ما في إذا خصم بالسياسة واحد ما أعقي إيجابياته كمان هاتو لديه جرأة المصالحة وهي الشغلي ما فيك ما تقدر له إياه هلق أنت مختلف أنتو إياه بالسياسة بيجي واحد بقلي بده يحاكمه خبرياتها ما لا طعمه هلا هلا يا زمن يعني مين كان مين كان بيتوقع أو بيصدق أنه وقام وهاب يقعد قباله بمقابلة وهلقد يمدح بخصال حميدة عند الدكتور جعجع بغض النظر طبعا قبل نصف قرن من فكر في ضرورة إنشاء نظام نقل متكامل في بيروت الجواب في هذا التقرير في القرن الحادي والعشرين لا يزال مصطلح النقل المشترك أشبه بالنكتة في لبنان الساعات الطويلة التي يمضيها معظم اللبنانيين على الطرقات وكمية المحروقات المستهلكة في السيارات الفاخرة والمتواضعة تدفع بحالي من إلى التفكير في العودة بالزمن يوم كان في لبنان تراموي وقطار كان هناك من يضع مخططات لنظام مواصلات متكامل في العاصمة من دون أن تطلب الدولة اللبنانية ذلك من فكر في ضرورة إنشاء مترو في بيروت ونقل سكانها من داخل سياراتهم إلى الأنفاق ابحث عن السوفيات المهندس اللبناني نبيل نقاش عثر في مكتبة والده على مخطط قدمه خبراء سوفيات للدولة اللبنانية عام 68 دي دراسة وضعت من قبل أربع مهندسين بالاتحاد السوفيتي إجوا قاعدوا شهر ببيروت عملوا دراسة أولية لهل أنه بنعمل مترو ببيروت هل أنه هيدا شيء معقول خلاص الدراسة؟ طلعوا بتوسيات يحطوا أربع خطوط مترو ببيروت وحطوا شوية صور وبيانات رفقوها مع التقرير لأنا الصراحة حبيت بس أني أعمل شير للموضوع من كرمال التوعية فأنا أرجي للعالم أنه هيدا قصص نحكيت فيها بالسابق وما تطبقت لأسباب عديدة كان التوصية أنه خلينا ننزم النقل العام ونحط فيه نحط أربع خطوط مترو لأنه الطلب موجود طلب على التنقل موجود من ناحية الاقتصادية والمالية هيدا مشروع كان وقتا بينعمل تنحكي وانتقيا يعني بس مش بالضرورة أنه المترو هو الحال لبيروت هلأ الأمور بتتغير الأسعار بتختلف وفيه يمكن يكون حلول تانية تطرق السوفيات في دراستهم إلى نسبة ازدياد عدد السكان في لبنان مع النزوح المتزيد من الأرياف حتى عام ثمانين لم يدرك طبعا أن سبع سنوات تفصل بين دراستهم وبداية الحرب الأهلية لم تأخذ دراسة السوفيات على محمل الجد سوى مرة واحدة بعد سنتين من تقديمها في مذكرة يتيمة موقعة في العاشر من حزيران عام سبعين وكانت مرسلة من المدير العام بالوكالة أنتوان باروكي بين مخطط وضعوا السوفيات قبل نصف قرن لنظام مواصلات متكامل وبين حلم لم نحظى به يوما انهارت التجربة الاشتراكية ولن نحظى نحن حتى بتجربة بقي لنا فقط أن نتخيل وأن نحلم ماذا لو خرج قطار من هذا النفق بدلا من سيارات تتكدس يوميا أدام شمس الدين قناة الجديد بارك ميتر النبطية مخالفات بالجملة وإشارات على ملفات سيارات المواطنين تحقيق من جزئين لهذه الأمين قضية عددات الوقوف تتفاعل من جديد في مدينة النبطية ولوضع هذه العددات عام 2009 أسباب عديدة تتعلق بتنظيم المرور في المدينة انطلق المجلس بوقتها من عدة إشكاليات الإشكالية الأولى هي الوقوف العشوائي أثنان في بعض السيارات والقاليات عم كانت تركا لأيام خصوصا لعنده شغل ببيروت لعنده شغل بصيدا النقطة الثالثة أنه في الصف الثاني والصف الثالث وغيره يعني بالبداية وجدنا بالاتفاقية مع الشركة المذكورة لما عملت الاتفاقية مع بلدية النبطية فرصة لإعادة تنظيم حركة السير بالشوارع أو حل مشكل المرور ست سنوات مرت من دون أن ترسل الشركة المخالفات التي أجرتها إلى هيئة إدارة السير القرار الأديم أو الإجراء الأديم أو المزايدة التي تمت أو التزديقات ما راحت على هيئة إدارة السير يعني ما تحولت وهذا دفتر الشروط الذي كان معمول في 2009 ليس مخالف لا يتلاقى بعناوية محددة في أواخر العام الماضي قررت الشركة والبلدية إدخال المخالفات في ملفات المواطنين لدى هيئة إدارة السير ما أثار حفظة التجار الذين سارعوا إلى توقيع عريضة في وجه هذا القرار يعني طالما كل العالم وكل التجار هي ماضية على العريضة وعم بتطالب العريضة أنه تخفيض قيمة الزبط للخمس تلاف ليرة أنه ما يكون موضوع أنه تزبوطها بشكل عشوائي والأكتر من هيك أنه موضوع الزبوطة نزلوا على الميكانيك هيدا السنة مش بس نزلوا لألفان وخمسة عشر نزلوا لألفان وخمسة عشر ونزل معهم مفعول رجعي لخمس سنين لورا يعني من تاريخ توقيع الشركة العقد مع البلدية من ألفان وتسعة يمكن قصة المفعول الرجعي فاجأت كل الناس وعلى أساس كان فيه اتفاق مع البلدية أنه ما يكون فيه مفعول رجعي دققنا في عدد المخالفات التي حصل عليها المواطنون وتواصلنا مع المواطن محمد حمادي الذي ترتب عليه مبلغ كبير من مخالفات عددات الوقوف حكيت مع الموظف المسؤول عن موقع البرت ميتر بالبلدية قال لي فيه عليك حسب ما بعرفه ممكن يكونوا تماني خيه عشرة بيوصل بيخبرني قال لي عليك سبع صفحات قال لي شاء عن سبع صفحات قال لي أحذر عندهم جمعهم طلعوا مئة وثلاثة وثلاثين محضر ومئة وثلاثة وثلاثين زبط بـ 22 ألف وخمسمية بيطلعوا مليونان وتسعمية وتنين وتسعين ألف وخمسمية يعني البلدية حتصير الشركة مئة وثلاثة وثلاثون محضرا على حمادي وهو رقم خيالي فهل هو ملزم دفعه من أجل إجراء معاملة سيارته؟ عفوا بس عليها زبط وين؟ عددت وين؟ بقى منطق زميل جورج صليبي يطلق فيلمه الوثائقي بونجور بيروت في حضور شخصيات ثقافية وأعلمية وسياسية موسيقى صبحك بونجور ستنا بيروت موسيقى لكل بيت حكاية وأسرار مختبئة خلف شبابيكه ولبيوت بيروت القديمة حجارة وقرميد خط الزمن عليها حكايات المدينة هذه الحكايات اختار الزميل جورج صليبي تخليدها ضمن وثائقي يحيي على طريقته ست العواصم ويحيي ما بقي من تراثها المعمري والإنساني هذا فيلم وثائقي بيطرح قضية البيوت التراثية بيروت ويلي ما تم الحفاظ عليها كانوا 1800 بيت وأكتر صاروا هلأ 280 لأنه ما في قانون يحافظ على هالبيوت بتمنى يصير في قانون يحافظ على بيوت بيروت القديمة أو ما تبقى منها فيلم وثائقي فيه ثلاث مشاهة تمثيلية للفنان عبدالله حمصي أسعد بشخصية دواك يا دواك وفيه موسيقى تصويرية حلوة لجاهدة وهبة وفيه مواد من الأرشيف صور من ساحة البرج وساحة الشهداء والحمرة وإلى ما هنالك وفيه جردة هلأ صورناها لكل البيوت التراثية بيروت بالجم ميزة الخندق الغميق البشورة السراسقة زقق البلاط وغيرهم وثائقي بونجور بيروت الذي أطلق خلال احتفالية أقيمت في سينما ميتروبولي السوفيل هو من كتابة الزميل لجورج صليبي وإخراجه أما الموسيقى التصويرية فمن تأليف الفنانة جاهدة وهبي حفل إطلاق الفيلم الوثائقي جمع وجوها من مختلف الميادين بيروت وبيوت بيروت التراثية للوزارة وللبنان شغلة كثير مهمة أنا كثير بسمنها العمل وبتمنى له أنه يكون ناجح ويأخذ الأوديونس اللازمة إن شاء الله يكون يعجب الكل وأنا أكيدة أنه جورج هو جدير أنه يعطي ما أحلى عنده بهالفيلم الوثائقي أنا بعد ذكرياتي انتبهي أنا بتذكرة كتير منيح بتذكرة أيام الليرة والخمس ليرات وأيام سينما أومبير وأيام سينما ريفولي بتذكرهم كنت ولد صغير بس يعني لأنه عايش بذكرتي بذكرت طفولتي طبعاً سيكون الجمهور اللبناني على موعدين مع بونجور بيروت ما بين السابع والسبع عشر من شباط على شاشات سينما ميتروبولي السوفيل إلى أخبارنا الدولية أعلنت هيئة السككي الحديدية الإيطالية أن الشرطة أخلت محطة القطارات الرئيسة في روما مساء أمس بعد رصد رجل في المحطة وهو يحمل بندقية وقد سجل ظهور رجل والسلاح من دون تسجيل أي تقارير عن إطلاق نار وتشهد روما حالة من التأهب الأمني الشديد بسبب الزيارة التي يقوم بها الرئيس الإيراني حسن روحاني للمدينة والتي تستغرق 48 الساعة المبعوث الأممي إلى سوريا يؤكد انطلاق مفاوضات جناف ثلاثة الخاصة بسوريا في 29 من الجاري مستبعداً الحل العسكري للأزمة أعلن وزير الخارجية الأمريكية جون كاري تكثيف المشاورات مع وزراء خارجية كل من فرنسا وتركيا وروسيا والسعودية ومع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستفان ديمستورا تمهيداً لعقد محادثات السلام بشأن سوريا في مؤتمر جناف كاري وفي خلال زيارة لللاويس هي الثالثة في خلال ستين عاماً لوزير خارجية أمريكي لهذا البلد الشوعي أمل بأن تصبح الأمور واضحة خلال 48 ساعة فيما يتعلق من محادثات السلام حول سوريا المقرر عقدها الأسبوع الحالي ومن جناف أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا استفان ديمستورا أن مفاوضات جناف ثلاثة الخاصة بسوريا ستبدأ يوم الجمعة المقبل وأكد في مؤتمر صحفي ضرورة إطلاق تلك المفاوضات من دون شروط مسبقة الأولوية في المفاوضات ستكون لوقف إطلاق النار ولمحاربة تنظيم داعش ثم نخوض في موضوع الحكومة والدستوري الجديد المباحثات السورية السورية ستبدأ في 29 من الشهر الحالي وقد تستمر ستة أشهر الدعوات سترسل إلى المشاركين يوم الثلاثاء ونأمل أن لا يواجه جناف ثلاثة مصير جناف اثنين هناك عراقيل أمام المفاوضات لكن الحل العسكري غير مطروح لحل الأزمة السورية ميدانياً انفجرت سيارة مفاخخة في الجزء الشرقي من مدينة حلب شمالي سوريا ما أقع عدداً كبيراً من القتلى والجرحة معظمهم من المدنيين ووفق شهود عيان فإن التفجير نجم عن صهريج مفاخخ استهدف أحد مقار حركة أحرار الشام في حي السكري غربي حلب المقتضي بالسكان ما تسبب بتهدم وتضرر نحو 20 مبنى سكنياً شوارع مصر في ذكرى ثورة يناير فارغة لا دي بلادي بلادي لا دي خطي ومالي ها دي تقع مصر بسكوتات ما دستخصرش فيها صوتها بتكتب بكرة بشروطة دي بشرة خير ذاك كان المشهد قبل خمس سنوات أما اليوم ميادين مصر فارغة ميادين لم تعد بيد الجمهور والقوات المسلحة عادت لتحكم الأرض في بلد أنهكه الإرهاب وأفسد فيه المخربون فرحة كادت تنطلق في الذكرى الخامسة للثورة حال من الترقب تفرد نفسها مصحوبة بقلق على مستويات عدة في المجتمع المصري سواء أكان على مستوى الدولة والأجهزة الحاكمة أم على مستوى الحركات السياسية والمعارضة أو على مستوى رجل الشارع البسيط والله أنا أنا كل شغل شغل فصوان في السياحة كانت قبل الصورة كانت السياحة حلوة ماشي بعد بعض الصورة الدنيا بعض ما فيش شغل جيت اشتغلت هنا في الغهرة ما فيش بقى الشغل فصوان إن شاء الله خير إن شاء الله الرئيس السيسي يزبط البلد والشباب كله اشتغل بس شايفي أني من أربع سنين البلد برضو لسه ما فيش شغل وما فيش عمل هنا في خان الخليلي وربنا يسهل الأيام الجاية إن شاء الله يعني الرئيس ماشي كويس وربنا يوفقه وإحنا معاه 25 يناير ده كان حلم جميل بس دعم مننا لأسف يعني كان حلم جميل حلمنا بأن مصر تبقى أحسن ويا رب لم تحظى ثورة بهذا القدر من التخبط في المشاعر كما حضيت الثورة المصرية التي أطاحت حكم الرئيس حسن مبارك فبعد انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما مركزها ميدان التحرير في القاهرة والميادين الأخرى في محافظات البلاد المختلفة وسقط ضحيتها ألف قتيل في مواجهات مع قوات الأمن تخلى مبارك عن الحكم مكلفا المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد اقتحم أخوان مصر الثورة وسرقوها فتغيرت تركيبة المشهد السياسي للبلاد ما استدعى ثورة بذراعين عسكري وشعبي على الثورة هدأت الثورات من دون أن تهدأت تطورات الأمنية في بلد لم ينزل أحد فيه ليحتفل بذكر ثورة أغرقت الطرقات بدأت هيئة طاقة الذرية الإسرائيلية ومسؤول مفاعل ديمون النووي الإسرائيلي في صحراء النقب بدأت البحث عن موقع جديد لدفن النفايات النووية للمفاعل وقالت هارتس أنه تجرى حاليا عمليات بحث لاختيار موقع مناسب لدفن تلك النفايات المشعة والخطرة كاشفة أن مفاعل ديمون والمفاعلات الأخرى تنتج نفايات هائلة تتولد عن عمليات الانشطار الضري وهذه النفايات عبارة عن مواد غاية في الخطر وتؤثر جدا في الطبيعة وتبقى أثارها السلبية عشرات آلاف السنين عمليات البحث الإسرائيلية عن مطمر للنفايات المشعة لم تجدي نفعا ما لم تجري استشارة الوزير أكرم شهيب المكلف حل أزمة النفايات العقيمة في لبنان فديمون تناديه إلى عنوين صحف اليوم والبداية مع النهار ذوابان الجليد عن ازدواجية القوى السياسية الفاتيكان لرئيس يشكل جسرا للتواصل والتلاقي ديمستورا حدد الجمعة لجناف كريم مصير الأسد بأيدي السوريين إيطاليا تحجز حصتها من السوق الإيرانية توقيع عقود بـ 17 مليار يورو تونس خفض منع التجول ساعتين واستمرار الاحتجاجات في مدن عدة ننتقل إلى السفير ديمستورا يتسلح بالتفاهم الأمريكي الروسي ويحرج معارضة الرياض جناف السوري ينعقد الجمعة بمن حضر تلساء إلى انحسار الرياض تقفل أبوابها بوجه جعجع نهائيا ماذا يجري بين لبنان والسعودية ذكرى ثورة 25 يناير أنوار خافتة لا تنطفئ تونس سيطرة على الشارع أم تأجيل للغضب في الأخبار مجلس الوزراء مكتمل الخميس لإصدار التعيينات الأمنية الجيش المحكمة العسكرية باقية ترحيل النفايات البقاء للأغلى روحاني في روما وباريس استثمار أجواء ما بعد النووي إلى الأنوار سجال بين بر وجعجع حول مرشحي الرئاسة ودعم جديد لفرنجي الجليد يشل الطرقات الجبلية بعد العصفة السلجية المعارضة السورية تتمسك بمطالبها للمشاركة في محادثات الجمعة تظاهرة لقوى الأمن التونسي أمام القصر الرئاسي ننتقل إلى عنوين الديار الرئاسة إلى الثلاجة مجدداً والاستفافات لن تتبدل وعون وفرنجي لن يتراجعا بالري ترشيح 8 أذار لعون كترشيح 14 أذار لجعجع وجعجع يرد إن سحبت للجنرال ديمستورا مفاوضات جناف ثلاثة ستنطلق في 29 الجاري الأولوية لوقف النار ومحاربة داعش وتشكيل حكومة انتقالية الجيش السوري سيطر على 90% من الشيخ مسكين في المستقبل بر يحسم خياره الرئاسي مع فرنجي والجميل يحض المرشحين على الخضوع للديمقراطية حوار 23 تفعيل الحكومة وضرورة إنجاز التعينات ديمستورا يحدد 29 من الجاري موعدا لانعقاده المعارضة تتجه لمقاطعة جناف ثلاثة في البناء ديمستورا يوجه الدعوات وجماعة الرياض تعلن اللعم بضغط أمريكي جناف الجمعة بوفدين للمعارضة وبلا شروط مسبقة ولحكومة تحت ظل الأسد بر وجعجع يتبادلان الرسائل حول ترشيح عون وجلسة ثامن من شباط بلا رئيس غارتان صهيونيتان على قطاع غزة من دون إصابات شهدان فلسطينيان بعد طعنهما مستوطنتين إلى اللواء جعجع ينوب عن عون والسجال مع بر يكشف المستور عقدة الضابط الأرثوذكسي عالقة وسلام لن يضع بند خلافيا على جدول الأعمال دعا لتأكيد مبدأ عدم التدخل بشؤون دول الملك سلمان لضرورة دعم الأمن والاستقرار في البلد اليوم جدل بين بر وجعجع حول عون وحزب الله على صمته جليد مزدوج انطلاق المحادثات السورية الجمعة برعاية أممية الجيش ينهيق داعش في الأنبار وننتقل إلى عنوين الجمهورية تفاهم على تفعيل عمل الحكومة تلسا بدأت بالانحسار هل تفاجئ الحكومة المواطنين الخميس بتثبيت سعر البنزين الحياة عنوانات المبعوث الأمريكي يوضح للحياة مضمون ما جرى في لقاء كاري مع حجاب مفاوضات جناف تنطلق الجمعة للبحث في أربع قضايا بري وجاهر بن حيازه لخيار فرنجي في الرئاسة اللبنانية القاعدة يسيطر على عاصمة محافظة لحج بعد المكلة وزنجبار بحاح في عدن لاستئناف العمل الحكومي بوتفليقة يحل الاستخبارات ويشكل المدرية الأمنية ختاما مع عنوين الشرق الأوسط وزير فنزويلي سابق أكد أن كراكس وعواصم أخرى تتعامل مع شركات كوبية لإنتاج وسائق سبوتية غير مزورة عناصر حزب الله تستخدم جوازات لاتينية للتنقل أكد للشرق الأوسط أن موقف لبنان في القمة العربية كان يجب أن يكون مع السعودية جعجع ترشيح لعون لم يصبح تحالفا و14 أذار باقية السعودية تتمسك بمقررات جنف واحد ونيويورك والمعارضة تتجه للمقاطعة جنف السوري الجمعة وبمن حضر كانت العنبيين ليس كل ما حملته تلسى خيرا لعنية في العاصفة وجه آخر العميد خليل إبراهيم خارج المحكمة العسكرية قريبا كان في الخاص مترو في بيروت حلم كان ليتحقق وكان في النشرة لكل بيت فيها سر بوجور بيروت ختم نشرة شكرا للمتابعة وإلى اللقاء في مجزأ العاشرة ونصف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر